اللي احنا منتكلم فيه على المواجهة ودور دار الافتاء ايضا في المواجهة ايضا فالجانب البريطاني عايز يستمع من مفتي مصر عملية المواجهة يستمع من مفتي مصر اه 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 اللي تم في هذا الامر ايه اللي بتعمله مصر وايضا رأي دار الافتاء في هذه الامور وايضا دار الافتاء لما بتاخد قرارات يتم التصديق من خلال المفتي على اه احكام الاعدام هيسألوا فاضلت المفتي انا بقول لكم مبادره هيسألوه بيتم هذا الامر ازاي طبعا جماعة الاخوان الارهابية اه حولت وانا بقول لكم معلومات حولت افشال هذه الزيارة وعملوا ضغوط كبيرة جدا عشان الزيارة دي لا تتم لانهم معارفين فاضلت المفتي يأتي فاضلت المفتي هيقعد يشرح وهيفند اللي الاخوان بيحاولوا الضغط بيها على الدول ومنها بريطانيا انه بيقدموا نفسهم على انهم ضحايا فاضلت المفتي بيقرأ جميع القضايا التي تحال اليه من المحاكم المصرية للتصديق على احكام الاعدام انه اقصد ابداء الرأي الشرعي من المفتي على احكام الاعدام وبالتالي فاضلت المفتي عندما يقرأ احكام الاعدام ويوضح للانجليز ولمجلس العموم ومجلس العموم بريطاني ما الذي يتم وليه هو بيدي رأيه الشرعي طب ايه هذه قضايا اتمنى من فاضلت المفتي يشرح ولو لساعات حتى اما المجلس العموم وامام المحاضرات اللي هيلقيها فاضلت المفتي في الندوات المختلفة في المحافل المختلفة في اوكسفورد وغيرها من الاهمية الشرح ايه اللي بيحصل من جماعة الاخوان الارهابية فاضلت المفتي حان الوقت النهاردة وهو موجود في بريطانيا انها يعري هذا الفكر الارهابي الضلاري انها يتحدث بمنتهى القوة وانا بقول لأول مرة فرصة مهمة جدا تاريخية جدا لفاضلت المفتي انه يتحدث عن هذه الجماعة بمنتهى القوة اعلم تماما ان فاضلت المفتي ايضا سيكون له الرائع السديد والرائع القوي والحجة الشرعية التي يتحدث بها امام كل صناع القرار والمشرعين في بريطانيا وايضا السياسين ومراكز الابحاث والبحث الموجودة في بريطانيا يتحدث معهم بكل قوة وايضا لتوضيح اولا الدين الاسلامي والدين الصحيح والصورة الصحيحة لدن الحنيف وايضا انه هذه الجماعة الاخوان الارهابية الموجودة في بريطانيا انهم استغلوا هذا الدين وانهم تحركوا من خلال هذا الدين لابد ايضا فضيلة المفتي واعلم ذلك انه سيكون هناك ملفات مهمة باللغة الانجليزية توسق الجرائم التي ارتكبتها هذه الجماعات الارهابية وفي مقدماتها جماعة الاخوان الارهابية وايضا يتم توزيع هذه الوسائق التي تكشف خطورة هذه الجماعة وايضا خطورة ايواء الدول لهذه الجماعات كل ده هيكون موسق وسيتم تسليم هذه الملفات لاعضاء البرلمان للمسؤولين في بريطانيا عن من خلال لقاءات الرسمية التي ستم تجهزة لفضيلة المفتي ايضا والتحضير لها لفضيلة المفتي وبنحيي كمان اعضاء السفارة المصرية والسفارة المصرية في لندن بنحيي ايضا عدد من المجتمع المدني المصريين المخلصين اللي موجودين في بريطانيا اللي هم كمان دعمين بمتهى القوة ومساعدين بمتهى القوة وايضا كانوا في استقبال فضيلة المفتي الدكتور شوق علام خلال زيارته لبادئة النهاردة خطورة هذه الجماعات الارهابية سيتحدث فضيلة المفتي ايضا عن خطر هذه الجماعات واستغلال هذه الجماعات للدين وايضا ما يتم من دار الافتاء المصرية والتواصل ما بين دار الافتاء والجاليات الاسلامية وايضا المسلمين ايضا حول العالم دور كبير ودور مهم جدا وزيارة مهمة جدا هي زيارة تستطيع القول انها زيارة تاريخية يقوم بها فضيلة دكتور شوق علام الى بريطانيا اعتبارا من اليوم سيكون هناك ايضا الكثير من طبعا فضيلة المفتي هيلقي كلمة ايضا وهيكون فيه كلمات مختلفة من عدد كبير سواء مجلسي العموم واللوردات وهيلتقي كبار رجال الدولة في بريطانيا وهيكون هناك ايضا لقاءات كثيرة ومكسفة خلال زيارة فضيل الدكتور شوق علام مفتي الجمهورية ايضا للعاصمة البريطانية اللقاءات المهمة